بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشف المرسلين سيدنا محمد عليها أفضل الصلاة والتسليم أما بعد فمرحبا بكم في خطيرة جديدة الخطيرة النهاردة هندردش فيها هي خطيرة فلسفية شوية عن فكرة الزمن فالحقيقة الواحد لما بيسمع في الحديث الخدسي أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تسبوا الظهر فإني أنا الظهر وبعدين لما تلاحظ كمان حركة الكون كله تجد أن الكون كله في طواف مثل طواف المسلمين حول الكعبة لكن لما تبص تلاقي اتجاه الطواف ده يعني حركة الطواف بتاع المسلمين حول الكعبة حركة دوران الأرض حول نفسها حركة دوران الإلكترينيات حول النواة في الزرة حركة الأرض حولين الشمس حركة المجموعة الشمسية في المجرة وهكذا هتجد أن كله ماشي عكس عقارب الساعة فهل دي صدفة؟ يعني هل أنه الإنسان مثلا لما جهي اخترع الساعة هو اللي ماشيها بالعكس يعني عكس حركة الكون في الحقيقة أنه دايما بنقول هي عكس عقارب الساعة لكنها في الحقيقة أن الساعة هي اللي ماشيها عكس حركة الكون فهل دي صدفة أيضا؟ يعني هل معقول أو هل ممكن يعني أن الزمن يكون بيه تناخص مش بيتزايد؟ يعني إحنا عارفين إن الإنسان بيتولد ثم عمره بيبدأ ينقص 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 لحد ما يتوفى فهل هي دي الزمن الطبيعي؟ إحنا بنحسبها بالعكس بنقول لا ده هو دلوقتي عمره زيرو بعد كده بقى عمره مثلا سنة بعد كده بقى عمره سنتين وكي أن العمر بيزيد تمام؟ بينما هي في الحقيقة تمام؟ إنه لما بتولد عمره كامل بعد كده بيبدأ عمره ده ينقص 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 لحد ما يتوفى وطبعا العمر طبعا سبحانه وتعالى ربنا هو الحسب لكل إنسان ما هواش حاجة ثابتة تمام؟ ومحدش يعرفه غير الله سبحانه وتعالى فهل يعني فعلا إن الزمن ماشي مع حركة الكون لكن الساعة وحساباتنا إحنا كبشر هي اللي ماشي عكس حركة الكون دي مجرد أسئلة فلسفية ملاش إجابة لكن أنا بحبيت أن أدردش فيها معكم الحاجة الثانية هل الزمن شيء موجود في الدنيا بس وفي الآخرة مش هكون في زمن لأن دايما كل حاجة مطلقة في الآخرة يعني جنة دائمة أو نار دائمة ملهاش حدود ملهاش وقت معين تمام؟ خلاص؟ الأبدية الخلود فهل الخلود في الآخرة معناه أن ما فيش زمن في الآخرة؟ بس بتيجي تلاقي لأ إن فيه الأحاديث مثلاً بتتكلم عن يوم القيامة مثلاً فتجد إنه بيقول مثلاً إنه يقوم كألف سنة بما تعدون مثلاً أو كخمسين فأيات تاني كخمسين ألف سنة فبالتالي إذن هو محسوب إحساسنا إحنا بيه هنحس بيه يوم القيامة إن إحنا فيه وقت تمام؟ حاسين بيه إنه عد علينا صحيحة هو في الشهي مش هكون فيه شروق للشمس وفيه غروب مش هكون عارفين إن إحنا فيه نهار وفيه ليل الحاجات دا الله أعلم بيها لغالباً ما فيهش يعني لكن هل فيه زمن في الأخيرة؟ هل ولا يوم القيامة دا يعتبر آخر يوم من أيام الدنيا فعشان كده بيسري عليه نفس القوانين الدنيا برضو الله أعلم محدش عارف جزئية دي الحاجة التانية لو فعلاً فيه خلوط يعني الخلوط في الأخيرة معناه إنه مفيش زمن في الأخيرة فهل دا معناه إن الزمن مرتبط بحركة الكون وإن الكون في الأخيرة حيكون ساكن لأنه خلاص كل شيء ساكن على وضعه النهائي تمام وأصبح الناس يا ما في الجنة يا ما في النار والكون كل عبارة عن جنة ونار تمام ولا هو فيه حاجات تانية هتكون فيها زمن وإحساس الناس بالزمن هيتوقف فقط دي برضو شيء آخر فإذا كان فيه زمن في الدنيا ومفيش زمن في الأخيرة إذا افترضنا هذه الحقيقة فهل الزمن دا مرتبط مثلا بحركة الكون نفسه يعني حركة الكون فيه في الدنيا حركة فيه في الأخيرة ما فيش حركة ولو فيه حركة في الدنيا إيه اللي بيحركوا الكون؟ طبعا هنا دي أرادة الله سبحانه وتعالى لكن لما نفكر في قوانين الطبيعة هل فيه طاقة مثلا جوه الزرات وجوه الكون بتخليها ماشية وبتتحرك دائما في الحركة اللي احنا عارفينها دي وحتى العلماء بتكلموا عن حاجة اسمها موجات الجاذبية إلى آخره عشان تفسر أسباب حركة الكون وأسباب أن الحركة دائما وأن الحركة بيتمدد وأن الحركة دي مستمرة يعني تمام؟ فهل فيه طاقة معينة وهل الطاقة دي ليها علاقة بالنور؟ يعني النور ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الله نور السماوات هو الأرض فهل النور تعربنا سبحانه وتعالى اللي هو أوجده في هذا الكون هي دي الطاقة اللي بتحرك الكون؟ طيب وهل الروح مثلا اللي هي في الإنسان اللي برضه محدش عارف ما هيتها لكن احنا عارفين إن الروح دي من الله سبحانه وتعالى ودليل على كده نما سيدنا مريم جاء أهل الملك جبريل عشان يخليها تحمل بسيدنا عيسى فهو قال لها فيه بمعنى إنه يجايب لها روح من الله تمام؟ فالإنسان روح الإنسان اللي ماشي يديا أو اللي بتحركه أو بتخليه في الحياة دي من الله سبحانه وتعالى تمام؟ ولما بتخرج من جسمه بيصبح الجسم عبارة عن جسد بالي ليس قيمة له ويابلك ثم ربنا سبحانه وتعالى يعيده من جديد يوم القيامة والأرواح دي بتطلع للسماء إحنا عارفين والأجساد بتبقى في الأرض فهل الروح دي أيضا طاقة؟ وهل الطاقة دي برضه هي اللي بتخليه الإنسان على قيد الحياة؟ وهل الطاقة اللي موجودة في الكون حاليا هي اللي بتسبب حركة الكون وهي اللي بتسبب إحساسنا بالزمن؟ دي كلها مجرد أسئلة أنا ما عنديش عليها إجابة لكن حبيت بس إن أنا دردش فيها معاكم آآ ممكن نبحث فيها بعد كده ونشوف آآ هل لها إجابة معينة ولا لا آآ دي كان دردشة كده فلسفية معاكم في الخاطرة دي ونشكركم ونلتقي معاكم في خاطرة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته